السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كديري اللبس عليكم أتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير اليوم إن شاء الله سنقدم لكم فيديو جديد ودائما في إطار سلسلة الهجرة ولكن هذه المرة ليس الهجرة إلى كندا وإنما سنتحدث على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في إطار برنامج القرعة العشوائية التي تجرى كل سنة وبالضبط تبدأ في يوم 2 أكتوبر وقد تتسالي في 6 نوفمبر إن شاء الله تقريبا شهر وأربعة أيام ديال التقديم فكنت من أحد موفق للجميع في هذا الفيديو سنتكر لكم شنو الجديد اللي ضافه في القرعة الأمريكية وشنو الشروط اللي لازم توفر في كل شخص سيقدم على القرعة وكذلك غد نخلي لكم اللينك اللي غد تقدمه منه وعلى بركة الله نبدأ الفيديو ديالنا فبالنسبة القرعة الأمريكية والجديد اللي وضعته الحكومة الأمريكية هذا العام هو جواز الصفر يعني خاص أي واحد غد يقدم على القرعة لازم يكون عنده جواز الصفر في الماضي يعني في القرعات اللي فاته ما كانوش يطلبه جواز الصفر يعني كان الشخص كيقدم غير البيانات دياله لإسم العنوان للمستوى الدراسي وكيقدم الصورة دياله يعني ما كانت فيها بزافة على الحويش ولكن هاد العام ضافوا الباسبور علاش لأن كان العديد ديالناس كي غير كيمشوا وتسجلوا يعني كيعمروا لهم هادك السيت ديالهم يعني بتسجيلات وهمية علاش دابة دالوا الباسبور باش الإنسان غادي دخل رقم جواز الصفر دياله من أي دولة أخذ هادك جواز الصفر وتاريخ الصلاحية يعني غادي بقوا عندهم هاد البيانات يعني أي واحد بغا يقدم على الهجرة الامريكا خاصة داروري يكون عنده الباسبور والشرط الثاني هو شهادة الباكالوريا يعني أي شخص بغا يقدم للقرعة العشوائية الأمريكا خاصة تكون عنده شهادة الباكالوريا يعني إصحاب شهادة الباكالوريا عندهم حضود كبيرة 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 بزف باش يتقبلوا في هاد theatrical وكذلك في منك ان شاء الله كي يعني كيتيتقبلوا ففي المقابلة كي تلبوا منهم باش يجبوا شهادة الباكالوريا وكي حتى الناس اللي عندهم نيفو باك يعني ما عندهم شهادة الباكالوريا بإمكانهم تهم ما يتسجلوا في القرعة الأمريكية ولكن خاصهم قبل ما يتسجلوا يدخلوا الواحد اللينك اللي غدي نخليه لكم في صندق الوصف باش يشوفوا واش المهنة اللي عندهم واش مطلوبة في السوق العامل الأمريكي ولا لا وخاصهم اللي يدخلوا لهذاك الويب سايت اللي غدي نخلي لكم خاص المهنة اللي كي مارسوا مثلا ممريدة ولا مثلا طباخ ولا كونتابل خاص يكون عنده ما بين ربعة وخمسة ديال الدراجات إلا كان ما بين ربعة وخمسة دراجات فهو مقبول إلا ما كانش عنده ما بين ربعة وخمسة بلا ما يقدم الدوسي دياله وبالنسبة لباقي الشروط الأخرى فيجب على المتقدم أن يكون السين دياله من 18 سنة فما فوق وكيف ما قلت لكم خاص يكون عنده الباسبور خاص يكون عنده مستوى الباكالورية وتقديم على هذا البرنامج كيكون عبر واحد الموقع اللي غدي نخليه لكم في صندق الوصف وكذلك كيخصو واحد صورة اللي كي تكون ستمية على ستمية فبالنسبة الصورة فضروري تكون مطابقة المواصفات فمنك تمشي للمصور تتقول لي بغيت صورة ديال قرعة أمريكا هو ركي عرفتها تكون ستمية على ستمية وتدي معك ياسبي باش يحط لك صورة مك باش مني تبغي تقدم تكون عندك واجدو تلي شارجها في الموقع بالنسبة لحاجة واحدة أخرى فأنا كنصح أي شخص بغي يقدم القرعة أمريكا أنه يقدم راسه لأنه الموقع غدي نخلي لكم الرابطة دياله في صندق الوصف وزع ما سهل يعني التقديم سهل ما فيه شي تعقيدات علش كنقول لكم تقدموا راسكم لأنه أي واحد غدي يحرص على كتابة الاسم دياله بشكل صحيح والمعلومات دياله كلها غدي يكتبها بشكل صحيح ويشوفها ويقادها يعني ماشي بحل واحدة أخر غدي يدفع لك يقدر ما يردش البال يدير لك شي غالات وأي حاجة تسكن محسوبة فكنظن هدو هم المعلومات الأساسية اللي خاص أي مترشح للقرعة العشوائية إلى أمريكا يعرفها فاللي عنده أي سؤال أو أي استثار لأن الموقع كيكون باللغة الإنجليزية يعني اللي بغي يعمر ومعرفش شي حاجة يكتب لي تعليق وغادي نتواصل معه إن شاء الله في الخاص ونوريه كيفاش أشنو يدير وكنتمنى التوفق للجاميع كانتمنى لكم حد موفق ما تعكزوش دفعو فإلى كتبها لكم الله رهتها هي مزيانة والله يستر الجاميع وشكرا لكم على المتابعة شكرا لكم على تساؤلات ديالكم وعلى تشجيعاتكم وإلى أعجبكم هذا الفيديو ما تنسوش تديروا ليه لايك تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس بس يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله